الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذه الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أخواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسقا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكلف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتسية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصان ما نبثوا أبدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتسية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض قلوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم لاتخذوا من دونه إله إلها أولا يأتون عليهم بسلطان بي فمن أولم ممن افتوى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأو إلى الكوف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم يرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور أن كوفهم ذات اليمين وإذا غربت تقربهم ذات الشمال وهم في صجوة من ذلك من آيات الله من يغد الله فهو المهتد ومن يتنل فلا تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقوا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو يقلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم صبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم بردق منه وليتلطص وليتلطص ولا يشقرن بكم أحدا إنهم إن يوهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولا تصلحوا إذاً أبدا وكذلك أعثونا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثالنهم كلبهم قل ربي أعلم بعذتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا وَلَا تَكُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ عُدَى إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَالْقُنْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَاءَ أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا وَلَبِثُوا فِي كَوْفِهِمْ ثَلَاتَ مِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُ تِسْحَاءَ كُنِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا وَاتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّنَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَا تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أوصلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرقا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إِنَّا أَعْتَدْنَا لِمُولِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ صُرَادِكُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُ وَيُغَثُ بِمَاءِ كَالْمُولِيَ شُوِ الْهُجُوبِ بِئْسَ الشَّرَابِ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُبِيعُ أَدْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجَرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجَرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مَنْ ذَهَبٍ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُطْرًا مِنْ سُنْدُسٍ يَا صُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَطٍ مُتَّكِيينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَوَابٍ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا وَاغْرِبَ لَهُمْ مَثَلًا وَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَسْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَاجْعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَ الْجَنَّتَيْنِ آتَتْتْ أُقْلَنَا وَلَمْ تَوْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّوْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قُولَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَإِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُقَنَبًا قُولَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاورُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقُكَ مِنْ تُرَابٍ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقُكَ مِنْ تَرَابٍ ثُمَّ مِنْ مُتُفَتٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحداً ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْ كَمَالًا وَوَلَدًا فَعَسَى رَبِّنِي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرُسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا أو يُصْبِحَ مَاءُهَا غَورًا فَلَا تَسْتَقِيْ عَلَهُ طَلَبًا وأحيط بتمره فأصبح يُقَلِّب كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْصَقَ فِيهَا عَلَى مَا أَنْصَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا هُنَالِكَ الْوَلَا يَكُنِ اللَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقُبًا وَاغْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَلْرُومُ الْرِيَاحِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك تواباً وخير أبلاً ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزةً وحشرناهم فلم نغادل منهم أحداً وعرضوا على ربك صفاً لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعداً ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاداً ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يؤمن ربك أحداً وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبريس كان من الجن ففسق عن الأمر ربي أفتتخذونه وذليته أولياء من دوني وهم لكم عدون بئس للؤمنين بدلاً ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبداً ويوم يقول نادوا شركاء الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيب لهم سلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم مغبقاً ورأى المجرمون النار ظلوا أنهم مواطعونها ولم يجدوا عنها مصرفاً ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلاً وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطن ليدحظوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أعلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقه هو في آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهددوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمن لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئنا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإن قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيلا فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطون أن ألقرا واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبع فارتد على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أكل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤخرني بما نسيت ولا ترهقني من أمر عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكيا بغير نفسا لقد جئت شيئا نفرا قال ألم أكلك إنك ما تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدنا فلا تصاحبني قد بلغت من لدني غلغا فانطلقوا حتى إذا أتيا أهل قرية قال إن استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا قال إن يريد أن ينقب فأقاما قال لو شئت لاتخلت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المتينة وكان تحته كنز لهما وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين كل سأتلو عليكم منه ذكرا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَوْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَعْتَى الْقُرُنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّقِذَ فِيهِمْ حُسْنًا قَالَ أَمَّا مَنْ ظُلَمَ فَسَافَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا مُكْرًا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنًا وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطُنِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطُلْعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِطْعًا كَذَلِكْ وَقَدْ أَحَطُنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّينِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا قَالُوا يَا ذَا الْقَرُنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرُجًا فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرُجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعلوا نارا قال آتوني أفرع عليه قطرا فما استطاعوا أن يوهوه وما استطاعونه نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون سنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولكوائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي وارسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبهون عن حاحونا قل لو كان المحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أعوذ بالله إلى الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقصط وما تخسر الميزان والأرض وضعها للألام فيها فاكهة والنخ ذات الأكمام والحب ذو العص والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالحار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتطيان مرج البحرين يلتطيان بينهما برزه لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتطيان فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها كان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آماء ربكما تكذبان يسأله ملك السماوات والأرض كل يوم هو في شأ فبأي آماء ربكما تكذبان سنخرغ لكم أيها السقلان فبأي آماء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقفار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آماء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواهم من مال ونحاس فلا تنتخران فبأي آماء ربكما تكذبان فإذا شقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آماء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آماء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيما يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آماء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يتوفون بينها وبين حميم الآن سبأي آماء ربكما تكذبان ولمن خاص مقام ربه جنتان سبأي آماء ربكما تكذبان دواتا أخنان سبأي آماء ربكما تكذبان فيهما عينان تجليان سبأي آماء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آماء ربكما تكذبان سبأي 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 آماء ربكما تكذبان هم إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك بالجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر وهل ترى من فتور ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زيننا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بنا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأزلوا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من لزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا يتمون أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصدا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهم إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جود لكم ينصركم يدون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقكم بل لجوا في عطو ونسور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداء من يمشي سويا أمن يمشي سويا على صوط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئد قل لما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إن لما العلم عدام وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه ظلفة سيئة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم كن هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين كن أرأيتم إن أصبح ماءكم غيرا فمن يأتكم بماء معي قل أرأيتم إن أصبح ماء قل أرأيتم إن أصبح ماء قل أرأيتم إن أصبح ماء بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبا خافدة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا قل أرأيتم إن أصبح ماء ساعلا وشأما وشأما والسابكون السابكون أولئك المقربون فى جنة النعيم تلت من الأولين وقليل من الآخرين على سرور مودون متكئين عليها متقابلين يتوف عليهم ولدان مقلبون بأكواب وأبارق وكأس من معين ما يصدعون عنها ولا ينزكون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحب العين كأمثال اللؤلؤ المكتون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأتيما إلا قيلا سلامنا وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدن مخدود وطلح مغدود وظل ممدود وماء مسعوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فاجعلناهن أبكاراً عوباً أتراباً لأصحاب اليمين كلة من الأولين وكلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سمود وحميم وظلني أحموم لا بارث ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصلون على الحلف العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون كل إن الأولين والآخرين يموعون إلى ميقة يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زكوم فمالئون منها البتوم فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب اليم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدكون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالكون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبذل أمثالكم وانشئكم فيما لا تعلمون نحن قدرنا بينكم ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرقون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه قطاما فولتم تفكهون إنا نمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنذلكم من المزل أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تشربون أآتم أن شأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمطبين فسبح باسم ربك العظيم فما أقسم بمواطع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطررون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تامون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المطربين فأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من أصحاب اليمين فنزل من حميم وقصية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقصية جحيم يا رسول يا رسول والقؤان الحكيم والقؤان الحكيم إنك لمن المرسلين بسم الله الرحيم على خراق مستقيم تنزيل العزيز الرحيم يتنذر طوما ما أنذر آباؤهم فهم غافرون لقد حق القول علاء فريع فهم لا يؤمنون إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَوَنَا لَنْسَيَّ إِلَى الْأَلْقَالِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَوْشَيْنَاهُمْ فَأَوْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَمَّا ذَوْتَهُمْ أَمْ لَبْتُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنْ إنما تنبر من السبع الذكر وخشي الرحفان بالغيب فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَدْرٍ كَرِيمٍ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْلُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ وَاغْرِبَ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ يَجَاءَ الْمُرْسَلُونَ إِلْ أَرْسَلْنَا إِلَيْنِ مُثْمَيْنِ فَكَلَّبُوهُمَا فَعَزَّلْنَا بِذَائِدٍ سَقَالُوا فَعَزَّزْنَا بِذَانِكِمْ سَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ نِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنَ وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْبِهُونَ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِلَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ قَالُوا إِنَّا تَقَيَّرُنَا بِكُمْ لَإِنْ لَمْتَنْتَهُونَ نَوْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ إِنَّا عَذَابُ الْأَلِيمِ قَالُوا طَائِرْتُمْ مَعَكُمْ بَإِنْ ذُكِّرْتُمْ بَالْآتُمْ خُوَاً مُسْرِفُونَ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٍ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُنْفَدُونَ وَمَا لِيَا لَا أَعْبُدُ الَّذِي سَطَرُونَ وَإِلَيْهِ تُوجَعُونَ أَأَتْتَقِدُ مِنْ دُونِهِ آلِيَةً في يُرِبْنِ الرَّحْمَنُ بِذُلِّ اللَّهِ تُوبِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْكِذُونَ إِنِّي إِذَنَّكِ ضُنَانٍ مُبِينَ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ قِيلَ دُخُلِ الْجَنَّةِ قَالَ يَا لَيْتَقُومِ يَعْلَمُونَ لِمَا غَفَوَنِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُقْرُنِينَ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قُومِهِ مِنْ بَعْدٍ مِنْ دَادٍ مِنَ السَّمَاءِ على قومِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ دَادٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ إِنَّا كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ صَامِدُونَ يَا حَسْغَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِهِمْ مِنْ رُسُولٍ إِلَّا كَالُوا بِهِ يَسْتَنْزِقُونَ أَلَمْ يَرَوْ كَمْ أَغْلَثْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَوْجِعُونَ وَإِنْ كُلُّ الْلَمَّا جَمِيعٌ لَذَيْنَا مُحْضَرُونَ وَآيَةُ اللَّوْمُ الْأَوْضُ الْمَيْتَى أَحْيَيْنَا وَأَغْرُجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُرُونَ وَاجْعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْتَابٍ وَفَجَّرُنَا فِيهَا مِنَ الْعُمُورِ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلْقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِنَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِنْ مَا يَعْلَمُونَ وَآيَطٌ لَهُمُورِينَ نَسْلَخَ مِنْهُمَّهَا وَفَإِذَا هُمْ مُولِمُونَ والشمس تجري لمستقل لها ذلك تقدير العزيز العليم وَالْقَمَرُ قَدَّوْنَاهُ مَنَازْلَ حَتَّى عَادَكَ الْعُرُجُونِ القَدِيلِ لَالشَّمْسُ يَنْبَغِيْنَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِحُنَّهَا وَكُلٌّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ وَآيَطًا هُمْ أَنَّا حَمَلْنَا دُلِّيَّةً فِي الْفَلْكِ الْمَشْحُونَ وَخَلَقْنَا لَهُمْ يَسْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وَإِنَّ شَأْ نُورِقُهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَسُونَ إِلَّا رُحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينَ وَإِذَا طِيلَ لَهُمُ اتَّقُونَ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِغِينَ وَإِذَا طِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِنْمَا وَزَفَقُمُ اللَّهُ قَالَ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَلْتُ عِوْمًا لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمًا إِنْ آتُمْ إِلَّا فِي قَالٍ مُّبِينَ وَيَكُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَدِقِينَ ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقصنون فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَوْدِعُونَ وَنُفِحَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِنُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَمْ بَعْثَنَا مِنْ مَوْقَدِنَا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضر فَالْيَوْمَ لَا قُلَّمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إن أَوْصَحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاتِهُونَ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ لَهُمْ فِيهَا فَاتِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ الرَّحِيمِ وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِينٌ وَأَنْ يَعْبُدُنِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَطَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِي جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُعْدُونَ يُشْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ اليوم نختم على أفوالهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لما سخناهم على مكانتهم فما استقعوا مضيا ولا يوجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها رقوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسلون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أننا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رمي قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العديم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقوم فالسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ترجمة نانسي قنقر